غادرت آخر سفينة محملة بالحبوب ميناء أوديسا الأوكراني وذلك بعد انتهاء سريان اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود دون أي تمديد وهو ما يعني إلغاء ضمانات سلامة الملاحة التي أصدرها الجانب الروسي الكريملين أكد أن موسكو مستعدة لبحث إمكانية العودة إلى اتفاق تصدير الحبوب إذا رأت نتائج ملموسة بمجرد تلبية شروطها الرئيس التركي رجب طي بردغان من جانبه أكد أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يرغب في استمرار اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود كثفنا مساعين الدبلوماسية للحفاظ على اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود ونشكر كل الأطراف التي شاركت في الاتفاق أنا واثق أن الرئيس الروسي بوتين يريد مواصلة هذا الجسر الإنساني وسنقوم باتصالات معه من أجل التوصل لقرار نهائي في هذا الصدد الرئيس أردغان أعلن أنه سيناقش الاتفاق بما في ذلك ملف تصدير الأسملة الروسية قبل زيارة الرئيس بوتين لإسطنبول الشهر القادم وأضاف أردغان أن وزيري الخارجية التركي والروسي سيناقشان اتفاق تصدير الحبوب وأنه يأمل في إحراز تقدم في هذا الملف تجنبا لحدوث أزمة غذائية جديدة لا سيما في تلك الدول الأفريقية الفقيرة من جانبها قالت الأمم المتحدة أن مئات الملايين في العالم سيدفعون ثمن قرار انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية القرار الروسي لن يمنع جهودنا لتسهيل وصول الأسواق العالمية من دون عوائق إلى المنتجات الزراعية والحبوب من أوكرانيا وروسيا في الوقت نفسه وتم التوصل إلى صفقة الحبوب العام الماضي بوساطة من تركيا وباتفاق بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة حيث تنص الاتفاقية على تصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر إنساني في البحر الأسود شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسملة الروسية إلى الأسواق العالمية